موسيقى موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام رجعنا لكم مرة ثانية تضاعفت مسؤولية الإعلام والإعلامين في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها كافة سكان العالم حيث يقومون بدورهم على إيصال الأخبار الصادرة من الجهات المعنية للجمهور ليكونوا سببا في طمانينة الجمهور وهناك دور رئيسي وفعال للإعلامين بشكل خاص في تعزيز فكرة المسؤولية المجتمعية خلال هذه الأزمة وطبعا للحديث أكثر عن هذا الموضوع معانا في الأستيديو الإعلامية عايشة حسن صباحة مساء الخير عايشة حبيبتي طبعا إحنا العيد هذا مختلف وكلنا متفقين على هذا الكلام كيف كان عيدتش هذا العيد كيف شو الأشياء اللي سوتيها في العيد أمانة وهو صحيح العيد يختلف أول شيء عيدكم مبارك ويسعد مساكم أكيد العيد هذا يختلف صحيح لكن يمكن تم نقل صورة جميلة جدا لقيادتنا عن طريق تواجدهم وتواصلهم عن طريق التواصل الاجتماعي بطريقة جدا حلوة أعطتنا نحن نفس الفكرة أصبح تواصلنا هذا العيد مع زملائنا أو حتى مع أهالينا عن طريق التواصل الاجتماعي كان عيد حلو لكن صحيح مفتقدين الزيارات بصراحة دوما نحن عرفنا أن الإعلامي معناتها كلمة كبيرة جدا ومسؤولية كبيرة جدا ما تقل عن أي مهنة وأي لقب يلقب الإعلامي فهي مسؤولية كبيرة نشوفنا حتى إعلاميين كبار كانوا يرفضون قلمة إعلامي خوفا من هذه الكلمة اليوم في ظل جائحة كورونا كيف يمكن للإعلامي أو من يعمل في وسائل الإعلام أن يوصل أو أن يقوم بدورة تجاه المجتمع يعني مجرد طرح مثل هذا السؤال أحس فيه الكثير من المسؤولية اليوم فيه كثير من الشخصيات أو الأسر حتى خنقل والمتابعين ما يتوفوا الأخبار وانطرحنا موضوع كورونا أحس يعني مثلا كحدث عالمي الآن صاير أحس أن الناس ما تبي تسمع دور الإعلامي في هذا الموضوع أن مثلا أنت يما تستمع للأخبار ممكن تنقلها للمتابعين لكن بطريقة عفوية المتابع ممكن يسمعها منك بس لا يمكن يفتح قناة الأخبار ويسمعها من الأخبار أنت لك دور كبير ومسؤولية كبيرة في نقل هذا الشيء لكن بطريقتك أنت يعني أنت فاهمني تعطيهم الجانب العفوي لكن أخذ المعلومة وأخذ الحذار أيضا عايشة نحن نعرف دور في هذه الظروف نعرف دور الطبيب ونعرف دور مثلا جهات المعنية أيضا ونركز على هذه الأدوار إلا إحنا لا ننكر دور الإعلامي في ظل هذه الظروف كلمين عن دور الإعلامي الحقيقي في ظل هذه الظروف وكيف ممكن المشاكل قد يواجهها الإعلامي مثلا أول شيء دور الإعلامي في هذه الأزمة بصراحة أنا قاعد أشوف كثير من الحسابات بياضويه كإعلاميين بياضويه قاعدين ينقلوا الصورة اللي قاعدة تصير في الأخبار لكن بطريقتهم هم في سناب شات هم بسطوها كثير من المتابعين قتلت إياها ما يحبون يشوفون الأخبار لكن الإعلامي اللي قاعد يشتغل بهذه الطريقة الأخبار طريقة نشر الإعلانات بهذه الطريقة سهلت كثير يعني أحس دور مهم لكن فعال أيضا في حد من الناس خذ الاسناب شات بس هوالف وضحك وقيل وقال ومشاكل حد من الناس لا أخذك رسالة هادفة وسامية يا فلان تابعني لكن أنا أحمل أيضا رسالة هادفة وسامية ممكن أوصلك إياها بطريقتي أنا خلال الأزمة شفنا كثير من المدربين أو من الأسادثة الجامعيين قاموا يقدمون دورات تدريبية وورش في مختلف المجالات هذا كيف يعكس وعي المجتمع من الناس الوعيين اللي موجودين في المجتمع أمانة أنا شخصيا كبرتها على نفسي كتجربة أنا ما جربتها الدورات لكن بتسألني عن هذا الموضوع أنا شفت بصراحة كذا وحدة تقدم دورات ما يقارب الـ 150 دورة شابة إماراتية ويمكن في رمضان ما شاء الله عليها ما شاء الله ما أخذها خمس دورات كنت أسألها شو تحسيها الدورات معات تقول لي عاشا كيف التزامت في الصلاة الصلاة يوم ما تلتزم فيها من الفير لين العشاء أنت قاعد يعني تستفيد روحانيا معنويا من هذا الشي الدورات نفس الشي لا يمكن تستفيد منها إذا ما كنت ملتزم إذا ما كنت عارف شو الهدف من هذه الدورة نوجه لها تحية أم حشر الله يعطيها الصحة والعافية مقدمة الدورات أكيد طبعا جميل هذه الناس تكرس طاقاتها في ظل هذه الظروف لشيء جدا مفيد لها وللمجتمع أيضا إلا لما نتكلم عن الفائدة التي تعود على الفرد والمجتمع نذكر المشاريع مثلا الصغيرة والمتوسطة في دور الإعلامي دائما نشوف أن الإعلاميين المتواجدين في المنصات في السوشيال ميديا دائما تقدم الدعم لهذه النوعية من الناس في مجتمعنا في ظل هذه الظروف هل تلاقي أنه فعلا لازم نكمل حياتنا بشكل عادي نقوم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة عادي دور الإعلامي فيها ممكن هو يدعمها ولا نتوقف لوقفة قصيرة فقط بحيث أن نحن نرجع نفكر في أولوياتنا مثلا نرجع نفكر في طرق الوقاية في أطفالنا في هذه الأمور يعني ترتيب الأولويات مثلا شوف سؤالت ويد حلو ذكي بس أنا أشوف الإنسان الناجح اللي أقلم نفسه حسب الظروف اللي هو معاه يعني مو بشرط أنه الحين أنت شتة تقعد في البيت ما تطلع لازم تبتكر شيء يحميك ويقيك من المطر وتطلع تأدي مهامك الإنسانية العملية موضوع مثل هذا أنا أشوف في دعم المشاريع كثير من الإعلاميين إيش سووا إطرحوا كباب أو دعم للمشاريع من دون مبلغ مادية طبعا كل الواحد يعلن يأخذ مبلغ أصبح أنا شخصيا في هذه الفترة إذا كان المبلغ كبير للمحلات أصبح أقل وفي بعض المشاريع اللي من البيت بلية محل سويناها مجانا يعني فهم علينا نشر وندعمهم لكن من البيت ومجانا أقلمنا نفسنا مع الوضع أنا ما رح حطي إيدي على خدي وأقول خلاص الوضع كذا واقف لا يا أني أتعايش معه وحاول أيضا أزرع هذا التعايش مع الآخرين فحس أنه جانب إيجابي بصراحة صحيح جميل جدا نحن ما نطلع إلا في الشتاء صحيح الصيف لا في الصيف ما نطلع إذا ما طرنا نطلع بعد نطلع أكثر عن قبل صح الآن في الوقت الحالي شفنا أمانتين كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخلوقين المبدعين في ظل هذه الأزمة كان يطلعون بطرائف حلوة استمتعنا فيها نحن صحيح ببعض النكة الهادفة والجميلة بالشكل اللائق رسموا الابتسامة أنا حتى أتفاجأ مثلا لما أشوف وحدة كبيرة في السن يا دوب تفتح الواتساب تشوف فيديو من الفيديوهات اللي سووا الشباب الحين وتضحك فرسم الابتسامة في وجه صغير والكبير دور رواد مواقع التواصل الاجتماعي في رسم الابتسامة على وجوه الناس في ظل هذه الأزمة يمكن شيء وايد مهم لأنه أنت ما رح تفتح سنابك أنت مو قناة أخبارية بالأخير أنت إعلامي قاعد تنقل رسالة صحيح لكن أيضا لازم تعطي جانب يعني فيه شيء من الفكاهة أو الوناسة أو العفوية بس بحدود أنت ما تقدر تكون عفوي 24 ساعة ترى إعلامي يعني تحتك ألف خط ممكن رواد مواقع التواصل الاجتماع ما يكونوا إعلاميين ممكن هم رواد ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الأعلامي كلمة ثانية منفصلة عن رائد هم يرسمون الابتسامة بشكل المجتمع بشكل جميل وأيضا من السؤال يعني عبد العزيز أنت تدعمين فكرة أن المواقع التواصل الاجتماعي والرواد الموجودين فيها ممكن يقدمون المحتوى بشكل فكاهي أيضا إلا أن مثلا إحنا ككبار نعرف أنه هذا محتوى جاد ولكن يقدم بطريقة فكاهية إلا أن بعض الناس مثلا لأن الجمهور واسع بعض الناس لا تتفهم المشكلة بمدى كبر المشكلة فبالتالي تستهين في المشكلة المجرد أنها قيلت بشكل فكاهي هل فعلا لازم ندعم المشكلة لما تطلع بشكل فكاهي في منصات التواصل الاجتماعي أو أن نذهب إلى الأخبار بشكل أفضل لأن هذه مشكلة لا تقع على عاتق الفرد وإنما تقع على عاتق كل الناس هذه مشكلة عالمية مثل ما نقول تعرفي وأنت تسأل في أنا طرقت في بالي على الإعلام يا أكيد عبدالله اسماعيل مذيع سمد بي وطرح في كارك شفتي كيف طرح موضوع كورونا صحيح يعني جابها بقالب فكاهي لكن وصل للفكرة حتى موضوع الوقاية والاستمرار فيه أو أنه وايد لا ياب الفكرة فكاهية فأنا أنتم ما تقدرين تفرضين عن المتابع هل يبغات بشكل جاد أو يبغات بشكل فكاهي أهم لهم حرية الاختيار لكن للإنسان أنا أقول حلو أن يمسك العصر من النص صحيح فأهم أن يكون متوازن لا بين كذا ولا بين كذا اليوم نحن في دولة الإمارات دولة الإنسانية دولة الحضارة والمبادئ الإنسانية كيف كرواد مواقع التواصل الاجتماعي كإعلاميين كفنانين كمطربين حتى أن نوصل هذه الرسالة وهذه المبادئ للعالم خاصة في ظل هذه الأزمة اللي هي دولة سياسيا قامت بأعمال إنسانية إلى كل العالم يعني اليوم الطائرات اللي كانت تطلع من الإمارات إلى كل الدول الصديقة والعربية وغيرها من الدول يعني بصمة كبيرة تركتها دولة الإمارات وقادتنا أيضا في هذا الموضوع لما نتفتح على قناة أخبارية عالمية بي بي سي وغيرها و سي ان اين ويقولوا لك أكثر المساعدات الإنسانية والعالمية طالعة من وين؟ من دولة الإمارات أنا أشعر بالفخر لدرجة أني أراجع نفسي كمحتوى إعلامي أناش قاعدة أقدم اليوم أيضا مثل هذه الأخبار لا تنقلها سيئن إن فقط أنا كإعلامية ومرخصة عندي بطايق مكتوب عليها أنت مرخصة من الشيخ الفلاني أنا أحمل مسؤولية إذن أنا لي واجب أيضا أني أنقل بلادي وين واصلة بها المساعدات الإنسانية مو شرط أنها طالعة بس سوال فوضحكوك ما صارت صحيح عايشة يعني أنت فاهمة صحيح؟ صحيح لدرجة أنك أنت كرموش بأفضل عمليات إدارة عمليات تسويقية في 2020 كلميني عن هذه الجاهزة وعن هذا الفلوز هذه سبحان الله مثل ما تقولين الدنيا دوارة في 2016 أهديت مثل هذا التكريم أو رشحت وحدة من الزميلات أنها تتكرم كأفضل إدارة عمليات تسويقية قريب منها سبحان الله عشرين عشرين بعد جهد يعني جهد كبير أنا أعتبره روحة وردة ومهي سهلة أنا كنت أسوق للشركات عن طريق أني أعتمد على الشركة أن مثلا ندخل في مبادرة عام التسامح مثلا فنأخذ من عندهم مثلا خلنقول تشوكلت فندور بهذا التشوكلت لكل الدواير الحكومية باسم عام التسامح الفيديوهات موجودة في إنستجرامي فكرمني شيخ أحمد بن صقر الله يعطي الصحة والعافية كأفضل إدارة عمليات تسويقية واسم الشركة قهوة قصيد فهذه فخر بصراحة بس ما جت سهلة جت بعد جهد أمانة زميل جدا اليوم شو نصيحك للشباب اللي هم داخلين في مجال الإعلام واللي قاعد يبزون في مجال الإعلام في أكثر من المرة أنت خلال إجابات ذكرتي أن الإنسان يكون متوازن أنه ما يخسر مبادئ وقيامه عساس يضحك ناس اليوم قاعد نشوف ناس مثلا يعني يطلع عساس أنه يضحك مجموعة يخسر مبادئ يخسر قيمة يصير شخص غير محترم وأحيانا يعني إن صح الصحيح وآسف على الكلمة يكون شخص أشبه بالتافه وهو بس عساس أنه يرسم يضحك الناس وفي الأخير مضحك الناس شوف كثير من الناس للأسف وقعوا بهذا الشيء سواء الإعلاميين الصراحة نشوفهم بيضين الوي حتى يعني في آخر مرة فعلا لا نقصد الإعلاميين لا أحسهم بيضين الوي أمانة بعض البلوغرز اللي رفعوا التليفون من دون دراسة أو شي نحن نشجعهم أكيد لكن قولهم انتبهوا فكم إعلام أمني الله يحفظ والدنا الشيخ سيف بن زايد أكيد العين موجودة على كل إعلامي يرفع أو حتى بلوغرز يرفع التليفون ويصور كم واحد طلع واستهتر وبعدها نسجن صحيح وينهم حاليا مختفيين أصلا نحن نتمنى لهم أكيد للتوجيه الصحيح والفكرة الصحيحة فيه نقل محتوى جيد أنت بالأخير ما قعد تابع بس والف بعيداً عايشة مثلاً عن الإعلامية نحن كجمهور نتكلم في الموضوع نشوف أن الإعلاميين موجودين في منصات السوشيال ميديا هم نوعين مثل ما ذكر عبد العزيز في بداية حديثة اللي هما ليقدم المحتوى الغير هادف هذا أنا شوف هذا الإعلامي وهذا الشخص يشوف أو شو الناس حالياً تنجذب إلى شو فبالتالي يضطر أنه يقدم هذا المحتوى نحن نباتي تقدمين نصيحة ولو بسيطة تقول لأي إعلامي موجود في هذه المنصات أنه يطلع أو يتجرد من هذه الفكرة ويقدم محتوى هو الإعلامي شخصيته هو لأنه لما نقابل هذه الناس في حياتنا الواقعية نشوفهم شخص مختلف تماماً فكيف ممكن أنه يأخذ التدابير والتداعيات اللي ممكن يتجرد من هذه الفكرة ويقدم فعلاً محتوى صحيح ساخر ولكن لا يتجرد من الهدف فيه أرد عليك بقصيدة يصير قصيدة غنية أرد بقصيدة لكن فيها هذه الفكرة القصيدة قالت في السجن في فعالية النزيل الخليج الموحد لوالدي شيخ سيف بن زايد رعاه الله الاهتمام بالسجنة لكن تحمل فكرة عميقة جداً فيما يخص هذا الموضوع أيضاً أقول أنا أنا ومصرت أنا الشامخ أنا لي للفخر برهان وكنت على بطيب القلب وربي عالم بالغيب هدمت حصون في ضيقي ودمع العين قراجفان وبنيت بعزمي الطامح لو أنه ضرفي كان صعيب هنا كلقى هنا كلقى بقايا الأمس تجاري حز من لاهان وهنا أثبتتنا نفسي وصبرت القلب بطيب بآخر هذه الذكرى أبجمع عزوة الفرسان أبتحدى وعرها الدرب أبوصل دوني شك وريب بجنن عادلي والله أبحرق دمه ليني هان أبرفع راية بلادي بطول العز وظني يصيب ويوم لي أكرمني بداري عالية للشان أبهتف يا وطن غالي لحكامك ترى التوجيب ترى حتى الذي مدمن علاجه وافر ومجان يا كيف اللي أهو مبدع لقى من دارها الترحيب يا كيف اللي أهو مبدع لقى من دارها الترحيب عديتها الأمانة في السجن صح سانك صاحب دنك عديتها في السجن وثم الإفراج عنهم آخر شيء يعني والله النقش عربدني وكثير من النص يعني إلى اليوم أنا جاي اللقاء كانوا يسألوني عاشا معقولة دخلت للسجن نعم إذا كانت فعالية إنسانية ووطنية وشيوخنا حافظينها ليش لا والله أتشرف فحير نحن نحب أن نحن كعلامين متواجدين في كل مكان هذه رسالة نحن نقدمها لأنك كلميني عن الرسائل الأخرى اللي ممكن واجهتش فيها ممكن فيه رسائل يطلب منش أن أنت تقدميها إلا أنت ما تقدري أنش أنت تقدميها فيه ناس تقدم محتويات إلا أنها نحن نشوفها كجمهور غير قابلة للكلام فيها مثلاً كلميني عن نفس ما نقول اللي هي اختيار الرسالة المقدمة من خلال الإعلامي أكيد أنا أحس كل إنسان بي يقدم شيء إذا كنت في هذا المحتوى غير واثق من نفسك حاس أنت شخصياً من داخل متردد ما رح يوصل هذا الإحساس ربعة للجمهور المتلقي صدقيني حتى وأنا أتكلم الآن إحساسي إذا ما كان صادق وما كنت واثقة من نفسي ما رح يصل لت ما رح يصل للجمهور ها في الشاشات فأحس الثقة في تقديم هذا المحتوى شيء وايد حلو أنت أعرف شو تختار لكن إذا ما كان يناسبك مو شرط تطلع فيه أنت الآن شاب إماراتي أو شابة إماراتية هل بالدرجة الأولى عشان تتكلمين مثلاً عن دولة مثلاً نوجه لهم التحية المرححة دولة مثلاً أوروبية هل لازم أنا أفسخ الحية ولا أغير هدومي بس عشان أطبق هذا الشيء لا أنا أقدر باحترامي بوقاري بعباتي وشيلتي أرمس عن هذه الدولة وأعطي المعلومات الكافية والوافية صحيح فعلي أنا تهدي تفكيري يعني نحن شوفنا كثير من الناس أمانة وجوه كانت مشرفة من دولة الإمارات على الصعيد الإعلامي حتى على صعيد مواقع تواصل الاجتماعي برزوا بشكل مناسب يعني في المجال الأدبي في المجال الإعلامي في المجال الفني لله الحمد وإن شاء الله تعالى يجتمر هذا الإبداع لأنه ليس غريبة نحن في أرض الإبداع أرض دولة الإمارات العربية المتحدة العيد اليوم مر اليوم بس باشر شو نحن يتسويين ثالث أيام العيد صراحة أنا عندي بيبي عمرها سنتين أكيد سأقضي وقتي معاها كأم وأحس كل وحدة تابعني الآن خلف الشاشات أنت قادرة تخلقين لنفس تعيد بنات يعني هذه دايما نقولها نصيحة عبر سنابتات حلو الواحد يعظم شعاء الرب العالم للبنات نصيحة بس؟ للشباب؟ الشباب يعني أنتوا شايرين عمركم صح؟ صدق بس البنات يعني تعرف ما شاء الله تبارك الرحمن كل بنت باتر تكون أم ومربية أجيال فأحس الحمل أثقل شوي أنتوا ما شاء الله عليكم يعني سند وعون موجودين وشائلين بعمركم فدائما أقول العيد من هنا من القلب إذا أنت ما حاسب العيد وفرحته ما رح تحسين بولا شيء مو معناته عيد خلاص في البيت أنا ما رح أستانس باتر قومي يستانسي يأكشخي يلبس يلبس العيد وقولي ألف الحمد لله على أننا نحن في دولة يعني مثل هذه القيادة وفي دولة تمنحنا الصحة ومهتمة بالإنسان بكل جنسياته وأيضا أنت بصحة وعافية مع أهلتك الحمد لله هي نعمة كبيرة صحيح حلو أن نعزز هذه الأفكار الإيجابية في حياتنا عشان بس نقدر نتماشى مع الوضع إلا أن أنا برجع لموضوع السوشيال ميديا السوشيال ميديا محل لمعظم الإشاعات يعني أنت لما تقرأ عن موضوع مثل من جانب كورونا اللي موجودة حاليا تتطرق إلى الأخبار لا محال إلا أن في ناس لأنها ما تحب مثل ما ذكرتي في بداية الحديث أنها تتطرق إلى الأخبار نتيجة للخوف مثل اللي موجود في داخلها كلمينا بس عن كيف ممكن المحتوى الإعلامي يخرج عن الشائعات ويحاول أنه هو يطلع المحتوى بالشكل الصحيح الكامل مئة بالمئة يعني هذا السؤال الوايد مهم لأنه يمكن في بداية الأزمة تشر صوت لوحدة من الأمهات تقول يا جماعة فزعوا الحين على الجمعيات وأخذوا كل شيء لأن هذا الصوت ما أفزع لكن أفزع أمهات ما أفزعنا كشباب كان خوفنا كشباب أن يصل هذا الصوت فعلا للأمهات تصير فزعة من بينهم ويروحوا للجمعيات فعلا هذه كارثة هذه أخطر من الكورونا نفسها صحيح نحن صحيح نمر بأزمة لكن شائعتك أنت كأقلة وعي وقلة علم في هذا الموضوع أنت دمرت الدنيا لازم تحطين يدك بيد أيضا القيادة لازم تفتحين الأخبار وتاخدين الخبر موثوق من الأخبار مو معقول أني أنا أسمع فقط من الواتساب في أيضا صوتية انتشرت عشان تتغلبين على هذا المرض خذيلة قرنفل ومع مدر شنو كثير من الشائعات أيضا يعني أسمع وأقول وين وصلنا يا جماعة الواحد يمسك العصة من النص لكن أيضا يفكر في المتلقة يعني أنت حين تلقيتها مثل هالجواب هل معقول أنك تروح تسوي إرسال مرة ثانية؟ وقفها عندك لا ترجع تنشرها هذه إشاعة أو مغلوطة خلاص روح اسمعها من الأخبار دايركت لا تسمع شديد فعلا الوضع الصراحة يعني في بداية الأزمة طلع كذا شي بس أتوقع صدر أو مش ما أتوقع أكيدا صدر قرار بشأن الشائعات 20 ألف درهم هذا شيء واحد تفعل وإن شاء الله يوقف أنه هذا صار نفس استغلال للوضع الراهن أيضا قلة الوعي في مثلا الناس يعني أنت لما نتكلم في هذه المنصات نحن نتكلم عن جمهور جدا كبير قلت أنت في جوابك السابق أننا شباب نعرف أن هذا غلط إلا أن أمهاتنا لا يعرفوا لمجرد أن هيات المعلومة بهذا الشكل خلاص هو تماشى بطيب نية صحيح تماشى مع الموضوع بهذا الشكل السلبي أيضا فعلا هي طيب نية وأحيانا لما يكون في قوانين رادعة لا يكون في بيئة تشجع أن تنتشر الإشاعات والحمد لله رب العالمين القوانين التي تحدث و تنزل أول بأول هي قوانين نظمة العمل الإعلامي بالشكل الجديد و قفت كثير من الشائعات التي تطلع و حافظت على رموز القانونية التي موجودة في دولة صحيح أيضا أنا مستنسة عليكم تدرون لماذا؟ نحن كنا مستنسين عليك والله الله يعطيكم الصحة والعافية جميل أني أشوف أيضا شباب من دولة الإمارات و يقدمون بهذا الوعي و بهذا الطموح وأشكر أحب أن أشكر أيضا قناة الفجيرة لأن الفترة الأخيرة و قلتها السنة التي طافت للأمانة تطور غير ملحوظ في قناة الفجيرة من ناحية يعني أنتوا الحين شباب إماراتيين و قاعدين تطلون على الشاشة و تخاطبون الشباب أنا أحس بالفخر مجرد أني أنا أكون معكم حاسة بالفخر أمانة شكر لتش سادة عايشة حسن إعلامية كنتي معنا و استمتعنا بهذا اللقاء و كل عامو أنت بخير و أعساتك من عوادي أنت بخير شكرا لك طبعا نستكمل حديثنا في هذا الموضوع ولكن بعد the break